استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي أحد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري مع علي زكي أنور نسيبا المستشار الثقافي لصاحب سمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة والفريق البحثي المرافق له من جامعة الإمارات وأكد سمو أهمية تحقيق استدامة المورد المائي وإدارته بهدف دعم النمو الشامل والمستدام واتصل عاسمو خلال اللقاء على قاعدة البيانات التي تم تطويرها بنظم المعلومات الجغرافية وعمل الخريطة الهيدرو جيوليجية الرقمية المعدة من قبل المركز الوطني للطاقة والمياه في جامعة الإمارات وهيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للأبحاث ومشروع بحثي يهدف إلى تقييم الوضع المائي الجوفي في الإمارة وتحدد مصادر المياه الجوفية واستخدامها الأمثل بالإضافة لدراسة السيول ومخاطر الفيضانات